فصورني كعبلت اي اوحاق فقلت لا ده فيه سحر يعني الطمع كان في صوتي هتبروني اليوم طبيب نفسها عني ما كانش عندي رغبة في الحياة ان انا كامل يعني لما كانت الناس بتشوفك في حفلة ويقولوا لا ده مش مش هو ده مش ده اداء الشرين اللي احنا نعرفه كان حقيقي طبعا حقيقي وانت حظك غريب حتى الحفلة اول حفلة طلعت فيها فصورني كعبلت اي اوحاق فقلت لا ده فيه سحر فيه شيء غير طبيع وقعت وقع غريبة جدا على رجبيتك وقعدت فترة تعالج رجلي كانت بايزة خالص بقى اقعدت فترة تعالج ومحدش يعرف يعني ما اعلنتش ولا صورت نفسي بقى لا بس بانت الوقع اه كان في حاجة غريبة ما عرفش في حاجة غريبة كانت بتحصل بس ممكن اطلب منا طلب ممكن ما تفكري هيك ما غصب عني شليها من بارك هالقصة اه ما انا مصبع عني بس حطي ببالك انه انا بدي شيلا من بالي لانه انت رجعتي في اللي وانت محصنة اصلا محصنة انسانة نقية وما عندك اي ازاق ما ازيتي حدا ومشان بناتك وكل اللي عملتي وخلاص كملي ما هو اللي بذيكي براسك لا 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 انا مش بالعكس انا مش حطها براسك يعني ما تفكري عمل اتقصر والناس من حقها تعرف يعني انا بحكي دلوقتي عشان الناس تعرف ما حدش عارف ايه الخلفية انا كنت تعبانة اه اه تعبانة كلمة حسانة فيك عارفك انا كان اصعب وقت بالنسبة لي ايه؟ والله صالب الكريم كانت في لحظة لما حسيت ان انا ممكن مش بكيش دالي وايه وده اللي انا كنت برضو حايل ان هيحصنلي ومسكتي نفسي اني انا مش عايزة خلي الموضوع دراماتيك انا فاهم بس انا فاعلا عملت كل حاجة عشان اروح امشي وارجع واصحى من انهم الاقي نفسي لسه صحيح لسه موجودة في الدنيا وابص الربنا اقوله يعني حكمتك انا في اوقات كنت بقوله لما اخدتنيش انا هزعل منك وعايزك تاخدني انا وولادي لا اله الا الله عشان انا مش هعرف اسبد يعني اسيب الدنيا دي القطط دي اه وانا سايبهم في الدنيا دول ممكن حد يعزبهم ولا حد يستغلهم لان انا شفت بقى شفت اقرب الناس وابعد الناس وشفت الناس اللي انا كنت متخيلة ان لما يشوفوني مثلا من زملائي الفنانين لما هتشوفني هتعمل ايه لقيت غل رايب ايه ده؟ غل وغيرة ومفيش حتى كلمة سلامتك اللي هي كان يطلع بقى يتكلمها في السوشيال ميديا اه احنا ولادك في عينينا وكلام دوت ومفيش حاجة من ده خالص شفت يعني شفت يعني اللي وقفني على رجلي حاقتين الناس القلوب دي اللي هو انت بس ققعي احنا عايزينك تقعي لا يعني انت كذابة انت مش انت اللي بتطلعي تقولي كده في التلفزيون ولا كاتبة كده على السوشيال ميديا لما قابلت بعض الناس فست وفست شفت قد ايه ان هم حابين الوقع دي تشوفين متعرفش كأني باكل اكلهم مثلا انت بداي حد ايه ده باخد رزقهم مفيش حد باخد رزق حد لا ولا بس زي ما تقول يعني الطمع كان في صوتي وفي اللي انا وصلت له واختفائك فيه ناس على فكرة ما بتحبش المنافسة بتحب ان انت تختفي ماástيش انه في عيب فيك ان انت اخترت الناس اللي حبلكي غلط ماهو انا بيجي وقت تقول ايه لا ماهو العيب بها مش بالناس الكلام ده لو انت مثلا في حياتكاربعين وطلع منهم اه خمسة او وعشرين واحد نسبة оргانة لخمسين فين مية لكن ده كلهم 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 بقا قرب الناس بقا بعد الناس ده انت زاهرة خينين مفيش اصل مفيش عشرة يعني هو وانا بمشي شخصا ما من عندي بقوله انت ملكش عيش خلاص عندي يقولي طب انا عايز كذا بس امشي ابتزاز مش طب حقك علي طب انا قاسف ان اعملت كده انا ماشي بس انا مش هاين علي العشرة وانتي كنت في يوم الايام عايز اسمع الكلمة دي بس عشان اتطمنه اده هو ماشي بيقلع القناع على طول في ثانية القناع على طول كل الناس اللي بس اخلي كله طبعا اصلا مستغراني لان انا بكتش كيلة لا لانه بس معلي معلي اعتبروني اليوم طبيب نفساني انا لفيت على مليون دكتور نفساني يعني ستة كان عندي بوقت واحد واثنين لايف كوتش لانه انا كمان فرطت بتديت كنت افئد الثقة بالناس وانا عايشة بالثقة وانا بحب الاصحاب تعرفي وعايشة بالناس وعايشة بالناس وانا بموت على الاصحاب موت يعني فجاني هذا الشعوره كتير كتير الصراحة خلصني منه ساعدوني يعني لانه مرات نحنا منطلخبات منعمم يعني لانك متضايقة فكل حدا مضايقك ولانه ضايقك واحد فعممتي لا لا خالص بالعكس ده هو ده اللي واقعني ان انا كنت مستنية واحد منهم بس يبايد وشي يعني يطلع زي ما انا كنت بقول عليه مفيش جراء يعني امتحنات كله سقط لم ينجح مهم ما كانش عندي رغبة في الحياة ان انا كامل مريت بظروف صعبة كل الناس عارفاها بس كت عاملالي عدم توازن شامل كنت ناسية تماما بقى اني في عندي بنتين يعني مش ان انا مطربة وان انا عندي جمهور كبير وبس كنت ناسية ان انا عندي بنتين مكنتش عارف هسيبهم لمين ولا هسيبهم لايه طبعا ربنا معيشنا كلنا فالحب ده حقيقي هو اللي وقفني على رجلي لان ما انت فيش فنان بيجولوش وقعات في حياته ويقف ويرجع يقع تاني بس المرة المرة دي كنت حاسة ان هي اللي يعني مش عارفة عين مش عارفة سميها ايه بس هو انا كنت بخاف اغني وكنت بخاف كان زعلي كله زعلي دلوقتي كله بيجي على صوتي يعني ما يطلعش صوتي يعني اجرب اغني معرفش اغني شفت لما تبقى سايق عربية بورش بس رمي زيت في الارض فانا كنت معرفش اغني جملة على بعضها مزبوطة فالضربة جات في كل حاجة كنت معي اكتر بالكويت راح صوتي يعني راح حتى بالحكي بيحصل اه بيحصل يقفش كده الصوت بيتنزر طبعا او من الزعل يعني هو الصوت بي مرات بيقفش من الزعل طبعا دي حقيقي شرين تجيتي وقت تغني ما اطلعش صوت وكنت بخاف اتجرب بقى اه خلاص بقى حادثة واي حد بقى يقول لي يعني الفانس الساعات كانوا يعملوا كده زي رابطة كده وينادوني بقى مجالين شرين هم يعملوا كده وانا استخب اكتر وانا اتعب اكتر ما تقولوا مش عايز حد يقولي غاني خايفة فكانت صعبة بشكل رايب عليا قلت الحب لميني عجبني التعبير اولامك ازاي الحب جمعني حسيت ان دعا الناس لي لما نزلت حفلة بعد فترة غياب عملت ختام مهرجان كارتواج الدولي وشفت التوانسة قابلوني ازاي بحفاوة كانوا حطيلي على المسرح واحد اربع كراسي عشان انا عارفة نفسي ان انا مش هادر اقف اكتر من عشر دقايق لانك كنت اقف رجلي تجمع مية فتورم قد كنت تورم يعني ما قدرش اقلعها بعد ما خلص الشغل فالجسمي بقى يحب مية فتخنت حاجة غريبة ما عرفش ليه قبلت الأوردر ده وده طبعا عشان تكلمني معاني سفير مصر في تونس وقال ان احنا عايزين نتكرامك في الختام وروحت وانا مش عارف انها هغني ازاي اشتركوا في القناة